مريم تعرفي لما بركز على نقول شخصية تذكرت شخصية مريم القديسة مريم المطوبة مريم العذراء يعني تتخايل شابة صغيرة جاء الملاك وبشرها بأعظم بشارة وقال لها لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه ويسوع وهكذا فبتشوف في مجتمع شرقي يهودي اللي هو أصعب من الشرقي كمان أنه تكون حامل حتى يوسف خطيبها أرادت تخليتها سرا لكنها آمنت كان إيمانها أقوى من سارة وامتلكت الوعد كان إيمانها أقوى من إبراهيم وفعلا يعني أنه لما الله أراد أن يخلص البشرية استخدامها اختار أن يخلص البشرية من خلال طبعا من خلال الرب يسوع لكن عن طريق القديسة مريم العضراء صحيح إذا عندك أي تعليم شيء رائع شيء رائع فعلا هي مثالنا وقدوتنا صحيح أنه هي أم يسوع العبادة ليسوع بس هي نقتدي فيها كنساء نحن هي أكبر مثال لألنا للمرأة المثالية كانت فعلا بنت صبية صغيرة بس بحياتها وبتربيتها ليسوع وبس كبر يسوع وبس رحت على الهيكل وضيعوا للرب يسوع بكل حياتها وبكل مراحل حياتها من وقت ما كانت خاطب رجلها يوسف لمن بعد ما خلق الرب يسوع لعند الصليب كيف تصرفت مع الرب يسوع بتفرجينا المثال الأكبر للمرأة المثالية فعلا وكمان اللي عاوز أقول يعني حتى بعد ولادة يسوع اختبرت اللجوء يعني احنا بنحكي عن اللاجئين العراقيين والسوريين الكتاب يتكلم عن مريم ويوسف وعن الطفل يسوع هربوا لمصر صح مشقة للصفر والعناء والتعب والخوف هيرودوس كان عنده سلطة في تلك الأيام حتى يطولهم من مصر يعني الأمر مش سهل الأمر خطر جدا وأدى إلى قتل أطفال بيت لحم فاختبرت كل هذه الاختبارات لكن أصعب شيء أنه على عند الصليب عم بتشوف عم بيستهزوا عم بيسخروا عم بيقتلوا ابنها يسوع على الصليب فتمت النبوة يجوز في نفسك سعيف صحيح تمسكت بالوعد هاي الكلمة رائعة اللي حضرتك قلت بالضبط مسكت وامتلكت صدقت وامتلكت